اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فالمغرب رغم هذا الترتيب يبقى من البلدان العشر التي حققت اكبر تقدم في مؤشر محاربة الفساد رئيس الحكومة نفسه سعد الدين العثمان يقول ان الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد تسير وفق ما هو مخطط لها وانه لا مجال لا للتهوين ولا للتهويل بشأن مسألة الفساد خصوصا المعارضة من جانبها تقول ان الحكومة تفتقد الى الفعالية المطلوبة في مواجهة مظاهر الفساد والرشوة من بينها تقول ان الحكومة تفتقد للارادة السياسية للتحرك في هذا الاتجاه تقول ان ثم تقوانين غير فعالة كحماية المبلغين عن الفساد والتصريح بالممتلكات للمسؤولين السياسيين والاداريين وحتى النقاش الدائر حول تجريم الاثراء غير المشروع يقول العديد من المراقبين انه لا يعكس اي رغبة في تجريمه حقيقة لا من المعارضة ولا من الاغلبية فما المعايير التي تتحكم في تحديد مؤشرات الفساد المعتمدة من طرف منظمة الشفافية الدولية ما الذي يفسر تراجع المغرب في التصنيف الدولي لمؤشر ادراك الفساد العام 2019 ولماذا لم تنعكس شعارات محاربة الفساد التي رفعتها الحكومة على هذا التصنيف بالذات بداية نتوقف مع ملاك مهراج وتوطئ عن نتائج مؤشر ادراك الفساد للعام 2019 جاء المغرب في المرتبة الثمانين في مؤشر ادراك الفساد العالمي لسنة 2019 وذلك من اصل 180 دولة يشملها التقرير الصادر عن منظمة الشفافية العالمية ترانسبارنسي لسنة 2019 بالمقارنة مع سنة 2018 تراجع المغرب في التصنيف بسبع مراتب مسجلاً 41 نقطة من اصل 100 بحسب التقرير في تحديد درجات الفساد الذي يشوب القطاع العام تعتمد ترانسبارنسي مجموعة من المعايير استناداً إلى مؤشرات قطاعات عديدة مثل الصحة والشرطة والقضاء وتبقى النتائج المتوصل إليها نسبية بحسب بعض الخبراء بنظر لكونها لا تشمل كافة أنواع الفساد وترتكز في غالب الأحيان على أراء وكالات دولية مستقلة لكن نتائج التقرير الأخير للمنظمة العالمية تعيد فتح النقاش حول نجاعة السياسات الوطنية المتبعة في مجال مكافحة الفساد الإداري والمالي في المملكة خاصة وأنها تأتي بعيد وقوف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على تقدم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين التنفيذ الفعلي لهذه الاستراتيجية والضموض بالشفافية والمساءلة كانت من أهم التوصيات التي وردت من التقرير الدولي وذلك من خلال خطوات إصلاحية تبدأ من مراجعة القوانين المتعلقة بتضارب المصالح والتصريح بالممتلكات وفي سياق النقاش الحالي حول النموذج التنموي الجديد دعت منظمة ترنسبارنسي المغرب إلى الأخذ بعين لاتبار بجدية مكافحة الفساد والقطع تماما مع سياسة الرياض تفاعلا مع هذه المستجدات تستحضر الحكومة في المقابل مجموعة من المنجزات المحققة في إطار مسلسل مكافحة الفساد تتجلى في الدينامية التي خلقتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ما بين 2015 و2025 ويعتمد تنزيل هذه الاستراتيجية على تعزيز الحكامة وإطار الوقاية للحد من الأنشطة المرتبطة بالفساد وكذا الجانب الزجري من خلال تطبيق يصارم للعقوبات وتتجلى الثمار المرحلية لهذه الاستراتيجية بحسب مكونات في الأغلبية في تزايد المتبعات القضائية للمسؤولين وتعزز ممارسة التبليغ عن الفساد وفي تعليقه عن نتائج تقرير منظمة الشفافية العالمية تحدث رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عن صدور 26 حكما قضائيا ضد رؤساء الجماعات خلال 2019 ومتبعات قضائية طالت 82 من أعضاء المجالس البلدية في المقابل تنتقد أحزاب المعارضة غياب تصور حكومي واضح لمحاربة الفساد وخلال الجلسة الشهرية لمسألة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين تحدث نواب البرلمانيون عن تكلفة مالية تقدر بـ 50 مليار درهم تتكبدها ميزانية الدولة سنوية نتيجة الرشوة والفساد في الصفقات العمومية في الاتجاه نفسه ترى بعض الجمعيات الفاعلة في مجال محاربة الفساد والرشوة أن طريقة تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لا يزال طويلاً وتتحدث عن مجموعة من الصعوبات التي تعترض المسار تنفيذي لهذه الاستراتيجية شاهدنا الكرام للحديث عن موضوع محاربة الفساد يسرنا أن نرحب بالأستاذ مصطفى الخلفي عضو الأمان العام لحزب العدلة والتنمية أستاذ مصطفى الخلفي أهلاً بكم أهلاً ومرحباً ألف مرحباً يسرنا أيضاً أن نرحب بالأستاذ محمد المسكاوي رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام أهلاً بكم أستاذ المسكاوي أهلاً بكم أستاذ مصطفى الخلفي في العام 2019 تراجع المغرب سبع مراتب في مؤشر إدراك الفساد لماذا يتراجع المغرب والحكومة تقول أنها تجعل من محاربة الفساد أولوية لها أولاً شخصياً عندما طلعت على تقرير أنه حصل هذا التراجع وهو تراجع ما نقولش مثل ما قال الترانسفورنسي السنة الماضية عندما تقدم المغرب سبع درجات قال تحسن طفيف وعندما تراجع سبع درجات قلنا تراجع هو تراجع ما خصناش نغطيه الشمس بالغرب ففوجي قلت غير معقول لأنه 2019 شهدت العديد من الإجراءات مثلاً تضعف عدد حالة التلبس 113 حالة دي الخط الأخضر مثلاً تقاريم جساء الحسابات التي أحيلت على القضاء منذ البداية وصلت الأزيد من 120 أزيد من 9000 قضية رشوة عدد الرخص التي سحبت في المناجم وصلنا 3000 رخصة يعني تضعف العدد القانون دي المقالع اللي يرسى واحد نظام دي الشفافية والتنفسية دخل حيث تطبيق القانون المرتبط المرسيم دي الرخص التسوية والهدم اللي فيها مشاكل كثيرة دخلات جلالة الملك عين رئيس دي الهيئة اللي هو رئيس سابق الهيئة المركزية المحاربة الرشوة اللي هو رئيس سابق اللي الترونس بارونسي الجنال الوطنية المعلومات تم إحداثها القانون دي المساطر الإدارية تم اعتماده القانون درق مانا بمعنى سلسلة من الإجراءات لكن حصل التراجع رغم أنه المغرب من 2016 اللي كانت عندنا الرتبة 90 تقدمنا الرتبة 80 ثم الرتبة 73 بمعنى ثلاث سنوات ونحن نحسن وضعيتنا لكن بعد أن درست التقرير وجدت أن هذا التصنيف منطقي لأن التقرير اعتمد على إشكالية الإثراء الغير المشروع هذا التقرير عنده خصوصية اعتمد على إشكالية العلاقة ما بين السياسيين وتخصيل الخروج بشكل غير مشروع والمنتخبين والمال وركز على هذه القضية نحن المغرب صادق على الاتفاق يد موكا في حد الفساد في 2007 المادة 20 تنص على ضرورة تجريم الإثراء الغير المشروع 2019 كانت سنة بيضاء بالنسبة لقانون الإثراء الغير المشروع وبالتالي نجيش نبكي ونقول وراء ونظلمونا لا نحن لأن البرلماء للأسف اشجل أربع مرات لمنسألة المصادقة على هذا القانون نؤدي الثمن لتراجع في تصنيف سنأتي إلى هذا النقطة هل تتفق أستاذ المسكاوي أن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال السنة الماضية كانت كلها تسير في اتجاه مكافحة الفساد ولكن فقط إهمال مسألة الإثراء غير المشروع التي لنقول أحدثت هذا الفارق وحكمت على المغرب الرجوع سبع مراتب إلى الخلف مسألة خير لك أستاذ والأستاذ الخلفية والمشاهدين الكرم أولا بكل وضوح اللي كنت تكلم فيه دائما أنا غنظر بعدها على المؤشر براسو على الترانسبرانسية انترنسيونة براسو أولا هذه واحدة المؤسسة الدولية بدأت تهد المؤشر سنة 1995 وبدأ تتطور كل سنة وكل سنة والأمين العام الأمم المتحدة السابق في زيارة المقر ديالهم في أحد الأدوات تطلب أنه يزيد ويطوره لمعايا المعتمدة في تحديد مؤشر شوى بالمسبة للفسد إذن هذا ماشي معيار متالي ولكنه عنده مصداقية ويعتد به إذن ماشي في الميتالي والدليل أعطي واحدة المقارنة مقارنة المغرب مثلا بدولاجات في المرتبة الثالثة عربيا للوضع المغريبي يختلف عليها بالشكل كبير من ناحية الانتخابات من ناحية الحزب السياسيات الجريبة الجمعوية والنقابات فما كيف نتصنف معها وتفوتنا خاصة بين المؤشرات المعتمدة فهذا هو المؤسسات الوطنية المؤسسات السياسية وحرية الصحافة وحرية التعبير إلى غير ذلك فبالتالي المغرب الآن بحصوله لهذا الرتبة أنا في أحد البرامج في قناة الميديا قبل ما يصدر دي لألفين وثمانتاش ومشي جلع عندكم قلت أن مؤشر المغرب غادي تحسن لأن أنا ذاك صادقنا قالوا الحق في الوصول للمعلومة ومشينا ونضمينا حكومة المنفتحة هذه السنة حضرنا من تراجع المؤشرات لعدم اعتماد أي قوانين نتجب أنت رئيس تعيين لها المركز يرسواج بدلوسة الخلفية ولكن الأعضاء باقي لم يكن بقى معطلة مجموعة من القوانين ليس محلي أنا تعتبر أن هذه الحلقة ستكون واحد تقييم دي 12 سنة من برامج مكافحة الفساد منطلاق من 2007 في صادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد المنظمة الدولية التي تعتمد على الإجراءات فقط تعتمد لواقع هذه الإجراءات على المستوى الواقعي في محاربة الفساد وكان أرقام أرقام كتير عير من اللي كانت تقول 50 في التقرير 50 مليار درهم ليونتش الداخلي الخام وعلى فكرة درق مرامج مدينة المعارضة مدينة التحد هذا تصريح دي الرئيس الحكومة سيساد الدين العثماني في أحد الندوات لكلفة الفساد لكلفة الفساد 5% من نتيجة الداخلي الخام أنتم في الشبكة المغربية لحماية المال العام تتفقون أن هناك تراجع في محاربة الفساد نعم تراجع في تقييمكم تتفقون من خلال ممارستكم اليومية على أن هناك تراجع في محاربة الفساد نحن عبرنا في عدة مواقف وأخرها المدكرة المرفوعة على المجلس الفرق النيابي ومجلس النواب حول إطراء المشروع ما زال هناك ستمرار الإطراء غير المشروع سمح لي فقلنا أنه غياب الإرادة الحقيقية السياسية المكافحات لعدة مؤشرات أولا القواني التي تعتمدت من 2007 كانت يخص يتم المراجعة لا يمكن تبقى غادة بنفس الواترة لأحد الآن ما الذي نهضر على تصريح الممتلكات ما ندور القانون الآن بالشرط الموضوع بها ما الذي لا يكون لديك نشر لائحة من الممتلكات من المطالب المسؤولين وإبراء الدم وقلنا تجربة بينا تبقى أننا لا يوجد شيئا بالمال العام غبي سيجعل الفلوس ويجعلها في سميت وراء الناس يكتبون لأولادهم أو الأزواج أو العكس الصحيح فأخصنا من طلال الممارسة نطوروا هذه القوانين ونقصوا من عدد الملزمين إلى مجموعة من الإضافات الضوء الأخضر الآن نريد أن نعود إلى الأسباب ولكن الضوء الأخضر يمكن إخلنا في هذه الرتبة هو الرقم المباشير ديني بالعمل لأن فيها حالة تلبس واسمح لي احنا في الشبكة وترانسبارنسي تهيئة فرع المغرب ونأتي من جديك الرتبة 80 تتهمنا الدرجة احنا لدينا 41 ألمية ما معنا ذلك بحال القيسل 5 على 10 بقى ما وصلنا حتى المتوسط 5 على 10 عطفا على هذا الكلام ترانسبارنسي تقول أن المغرب حصل على تقريبا 38 نقطة كمتوسط خلال السنوات الثمانية الماضية وذلك يعني غياب أي تغيير أي تغيير نحو محاربة الفساد الاستمرار والركود في نوع منان فساد النسقي هل تتفق مع هذا تحليل لا سننميزه بين أمري كين ما بعد ما قبل الاستراتيجية الوطنية وما بعد الاستراتيجية الوطنية الاستراتيجية الوطنية 2015 2016 من 2016 إلى الآن المغرب قبل الاستراتيجية الوطنية كان في 30 نيات يعني إما 35 36 نقطة عالمية فاشتعتمدت الاستراتيجية انتقلنا من الثلاثينيات إلى الأربعينيات طيب 43 41 40 أخر ترتيب هو 41 هو عالمية ولكن في هذه الأربع سنوات الأخيرة لحسبنا المعدل يلاد الأربع سنوات الأخيرة ماشي هو 38 أكثر من ذلك أكثر يوقع واحد تحسن نسبي تعطي أمل أن المحاربة الفساد ممكن ربحها كمعركة ولكن المشكلة أين لأنه هذا الآن أخيرا 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 تلبس حالات التلبس التي وصلت 113 لحالة لا يوجد حالة واحدة المواطن قال بأنني باللغة النيابة العامة لا تفعل ولا تفعل ولا حالة واحدة هذا إنجاز وقع لا يمكن أن نقول لا يوجد إنجاز فأنا أخيرا أن القانون المقالع تذكر أن المطلب الذي كان في 2012 و2013 ما هو؟ نشره لأنه المقالع ما قالوا؟ قالوا أننا نشرناها خاصة قانون التي تقرر التنفسية والشفافية والبحث العمومي ونعرفون كل من المقالع والشرطة المقالع وكذا القانون خرج والمراسم تطبيقية وإنجاز البحث العمومي هذا إنجاز المناجم خرج القانون من المناجم وإنجاز تسحب الرخص 3000 رخص بمعنى كيف يمكن الإرادة السياسية أننا نتقدمه المشكلة التي تقع في الإطراء الغير المشروع ما هو؟ وأنا نحيل سكاوي لأنه شار واحد القضية أننا نقوم بقوانين ولكن لا نحينها أو لا نطورها خاصة من بعد الاعتماد الاتفاقية لكن في الخلفي هذا أيضا مسؤولية الحكومة أنتم كنتم في الحكومة حكومة يتزعمها العدلة والتنمية لمدة لولايتين أنا لهذا السبب جبت لك 2012-13 وقانون المقالع وقانون المناجم والقانون للهدم أنا هضرت على القانون للإطراء الغير المشروع كحكومة فاشكنت في 2016 صادقات لأنه هو فيه تعديل القضية تصرح بالمتالكات دعونا نشرح هذه القضية على شفية ومشكلة مختصار هذا موظف يأتي يقدم المسؤولية لا يلزم يقدم تصرح يقدم تصرح بالمتالكات قال عندي 100 مليون دازت واحد لخمس سنوات قال عندي مليار القانون يعاقب فقط على تصرح الكاذب ولكن لا يوجد الحق أي سلطة تقول له كيف كانت عندك 100 مليار من نجبتي المليار من نجبتي هذا القانون الذي يأتي وكان يكون في الحد الأدنى لأنه كان نقاش حقيقة لأنه كان في الحد الأدنى قلنا الناس لا تبت بأنه قع تغير في الطروة خص تقع المساءلة ولكن سيد الخلفية هو الآن في الحد الفارغ يعني تم إفراغه تماما من المحتوى من كالش نقوله بأنه في الحد الفارغ لسببين بسيط هو أنه أولا وهذه أنا تابت أنه يخضع كيدير العملية تقييم النتائج تصرح ثانيا كيدير العملية المصادرة ثاليا كتكون العملية تغريم لكتوصل لمليون درهم فقط وبعد ذلك أنا نقول لك بعد المليون درهم يعني تقول المسؤول اسرق لا أكثر من مليون درهم مليون درهم غرامة ما صرق كله يصادر أنا كنقول لك ما بعد المصادرة تصادر كل أموال وعاد الغرامة مليون درهم كين رأي كيقول هل سنمشي ونحو العقوبة الحبسية كي يدفع لي وكين رأي اللي كيقول باللاتي خلي نكملها اللي كيقول في هذه المرحلة نديرو النقطة التحول نحو التغريم وبقى تجوج الإشكاليات رشاد لهم الأخ فاشقال الزوجة مثلا ما دخلاش في العملية تصريح بالممتلكات والأولاد البالغين والأولاد البالغين وما دخلش أيضا وأنه هدش للإطراء الغير المشروع قصرناه فقط على الناس اللي عندهم تصريح ملزمين وتصريح بالممتلكات في حين كين آمرين بالصرف وموظفين أو موظفين لي كي يتخذوا قرارات عندها علاقة بالمال العام لكن الصورة اللي خصوصة تكون عندنا واضحة لأخذينا من 2016 إلى 2020 نحن في وضعية مراوحة مراوحة كندروا إجراءة نوعية ولكن ما كنمشيوش بها إلى أبدا مدى لأسف شديد شكرا لكم أستاذ المسكاوي اليوم ما الذي يبرر أن تكون الحكومة أن يكون ترتيب المغرب في وضع المراوحة الذي يشير إليه لنقول مسؤول في الحزب الذي يقود الحكومة لولايتين شوف الأستاذ ندر واحد لإضافة هذا تقييم المؤشر أيضا فيه رجال أعمال من خارج المغرب يديروا تقييم المغرب يديروا تقييم المغرب يديروا مكاتب الدراسات والحسن الصداف أن الرتبات هذه الثمانيين اللي عدنا اليوم كانت عدنا في 2014 لماذا؟ في 2014 عدنا بدنا إجراء وعودنا في 2020 نشرع قانون مالي المادة 8 في قانون مالي في 2020 بمعنى؟ المساهمة الإبرائية هذا واحد الإنسان تخرج فلسه براء وشراء اللي عنده ثم العقارات خالف القانون خالف القانون خارج نقطة مكتب الصرف خارج نقطة مكتب الصرف تقول له أجي مرحبا وتعطينا 5% من واحد النقدية و10% من الأمور العينية يعني يكون ذلك المصدر ديالها سرقة رشوة مخدرات هذا أجي مرحبا بيك وتتمتعوا بالسرية وعدم المتابعة القضائية هذه بوحدها كافية غيال مجهودات القديمة أو اللي جاية لنا شنو معنيتها واحد أنا عارفه مثلا المختلص حول الفلوس براء تاني نجي نعطي واحد المساهمة إبرائية ويخلص ذلك شوية وقد يجي يقلس في القواح بحالي بحالو بحالو بحال أي مواطن عادي وهذا يتناقى ماذا يعني ذلك؟ أغياب إرادة السياسية الحقيقية المحاربة الفساد ونزيدها لأكثر من ذلك نحن نحن بعيد ما يمنع الآن جامع الأجهزة المنصوص عليها في الدستورة المؤتمنة لحماية المال العام ما بقيت أن نديره الآن في المغرب بواحد يأخذ ورقة ويبقى يدخل في الشهر سبعات المليون حينت عنده قريمة دي النقل العمومي ما كيف ننقطعه معها وندخلها تشيل المنافسة؟ ما كيف نعنى اليوم أن روحة الصيد عري البحار تحيد وندخل المنافسة عبر الشركات؟ يعني تروى بحرية ما كتدخلها الموانئ ديال الكرة ومدباتي يعني ما كتشغلية عاملة ما عند قيمة مضافة مالية لمجدرد واحد الإنسان كي تسلم واحد الورقة وتيقل صدار وتجيب بباليغ مالي لا هذه الإرادة السياسة الحقيقية استراتيجية اللي تسترخل في احنا وخمت تشاركنا شفاف لو كذا بحنا في المفيد تنقر نقطة ضوء ماشي مشكلة تعفوا لا أريد أن تمضي للستراتيجية قبل أن أسأل عن هذه الإجراءات الحكومية التي بيقول البعض أنها لا تبدو منسجمة استراتيجية لمكافحة الفساد صحيح لكن إجراءات من شأنها لنقول تذهب ترتيب المغرب نحو التراجع منها هذه المساهمة الإبرائية هل هناك تفكير شمولي حينما تخطط الحكومة وتضع إجراءات تستهدف التقدم في محاربة الفساد ترتيبها مع ذلك المساهمة الإبرائية أو عدم اعتماد قانون لتجريم الإثراء غير المشروع هل تنسجم لا هذا الإشكال لأنه بعض المراتين يمكن لكي تأخذوا القرارات في بعض القوانين لا يمكن على ما أظن لا يمكن أن يكون لديهم واحد العين باستراتيجية الوطنة يمكن أن يفعل الفساد عين كما باستراتيجية استراتيجينات حتى تقولنا الإخوان مزيعة ليبرك ولكنها تتجاوب على الرشوة الصغيرة المتعرفة عليها للمواطن يتلقى فيها مع المسؤول في الصحة في الجامعة المحلية في الأمن ولكن الآن يجب أن توجهه عبر القوانين هو الفساد الكبير في الصفاقات العمومية لأنه مليك يقول رئيس الحكومة 50 مليار درهم كتمشي في كل فدي للفساد هذي يمكن القوانين مليك نقول الإطراء الغير المشروع هل الاستراتيجية هي للرشوة الكبيرة أم للرشوة الصغيرة أم لكل الرشوة لا الاستراتيجية فيها مجموعة من الإيجابية عالجات الأمور المرتبطة بالرشوة الصغيرة مشاتل تعديل بعض القوانين مشاتل تعديل بعض القوانين على حسب كل قطاع وزاري مساهم اللي يمكن له يحارب الرشوة الكبيرة ولكن تيخصت تعاود تفعيل نعطي مثال مثلا مساهمة الوزارات العاد في الجانب الجزري الآن وزارات العاد تيخصت قيم القوانين المتعلقة بحماية الفساد وتعاود تعطينا التحين ديالها وتحاصر والتغارات اللي من 2007 ركين مجموعة من التغارات القانونية اللي بانت لإطراق المشروع سمعيني كمال في هنا لا أنا درجة بسرعة مش قدي تعال المصادرة ولا هذا يعني لما تدرش العقوبة السريبة للحرية وباللاتي كان مقتضى أخر بحكم القانون الجنائي قد تحرموا من تحمل المسؤولية واحد أقلها عشر سنين يعني نحن قلنا العقوبة الحبسية وحرمانوا من تحمل المسؤولية السياسية والعمومية طالت حيات دير لأنه باب منه معنوش أمان التعليق بسيط أولا المساهمة الإبرائية التي تؤدي إلى تسوية الوضعية في 2014 لأنها جاءت في 2014 كنا في الرتبة 80 ولكن عامر قبل كنا في الرتبة 91 ربحنا 11 النقطة ها واحد هذه المساهمة الإبرائية مكنات من سجل سيولة ليس فقط سيولة سبعوا 20 مليار الدرهم التي تشجلت لا جوج المليار الدرهم التي تحصل لصندوق دعم العراميل 50% تحصل لصندوق العراميل تماسك الجماعي بالضبط جوج المليار تحصل لصندوق التماسك الجماعي هذا 50% البحث العلمي ودرتها تماما هذا الإجراء النص الثاني هذه سنة ولكن في هذه الفترة وكان الهدف هذه الساعة هو أن 5 مليار الدرهم التي تشجل ساعة وصل 17 كانت نجاح لأن أعطيت مؤشر التقى في الحكامة السياسية وفي المنظومة الاقتصادية ولكن المنظومة الصفقات العمومية لديها إنجازات الإنجاز المرسوم الذي دخل في 2014 والذي يعلن على القيمة التقديرية تصفق والذي يعرف المبلغ القيمة التقديرية القيمة التقديرية ونجاح العرض وفي والشيء الثاني الذي إصلاح في 2019 هذا يجعلنا إجراءات ولكن للأسف الشديد نظرا إلى أن هذه السنة الموضوع ركز بالنسبة الترانسي الإنطرنسي المغرب على المستوى الدولي لكن دول أخرى تفاجأت بالتراجع الترتيب في البوند كوموند وهذا يجعلنا عمليات للفساد كثيرة جدا تصور معي إجراء التي كنت التزمين به في البرنامج الحكومي وعندلنا المرسم للصفقات العمومية لتعلن على القائمة المستفيدين من سندات الطلب البوند كوموند هذه القاونين التي تعدل هذه الإجراءات ولكن لدينا واحد الإشكال لقد عشت في 2019 جوج تجارب في إقليم قاروي قدمت طلب الرئيس الجماعة تقول لها الطلاق من قانون الحق في المعلومة تريد القائمة الصفقات العمومية التي ترسي جاوبهم قال لهم شي سري ضد قانون الحق في المعلومة في نفس الإقليم زرت جماعة القاروية ما يقولون الناس لدينا مشكلة البناء والهدم كان محيو قانون يصدر والمرسوم وكينا إجراءة ولكن الناس يعيشون في وضعية اللي يقولون لماذا تحرمون من حقوقنا رغم أن القانون حل مشاكل طيب الاستراتيجية الوطنية المكافحة الفساد تحارب الرشوة الكبيرة سنأتي إلى ذلك سيد الخلفي نأخذ فاصل قصير ونفتح هذا القوس بخصوص الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد ومدى فعاليتها في الواقع بقوا معنا مشاهدين الكرام ومستمعين الأفاضل مشاهدين الكرام مستمعين الأفاضل أهلا بكم من جديد إلى الجزء الثاني من حلقة برنامج مثير للجدل حول محاربة الفساد وتراجع المغرب في مؤشر إدراك الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية للعام 2019 كنا بصدد الحديث عن تبني المغرب في السنوات الأخيرة لإستراتيجية وطنية لمحاربة الفساد سيد الخلفي لماذا لم تؤتي أكلها في العام 2019 أنا كما أوضحت استراتيجية فجت في العام الأول كنا في الرتبة 90 تقدمنا الرتبة 80 في 2017 الرتبة 73 في 2018 في 2019 كان واحد لإجراء خصوية دار أساسي هو اللي تبنى عليه ديال الإثراء غير المشروع ما دارش دين الفاتورة دياله ولكن استراتيجية عفور لماذا لم يتم تبني قانون يجرم الإثراء غير المشروع هل غابت الإرادة السياسية لدى الحكومة من هم الفاعلون السياسيون الذين عرقلوا هذا الأمر أنتم الآن متحررون من المسؤولية الحكومية تحدثوا كما تشاء بوضوح لأن الحكومة أنجزت المشروع أحيل على البرلمان السيد رئيس الحكومة السيد العثماني تحمل مسؤوليته ولم يسحب القانون من البرلمان وكان في الحكومة السابقة في 2016 أحيل إذن كانت الإرادة السياسية ديال المواصلة ديال تسريع لو سحبه كنا نقول ديكسي على الحكومة الحالية ما بغاش تسحب من علق له طيب في البرلمان وقع إشكال ديال التعديل ديال تأجيلات متتالية أولا دي المناقشة ومن بعد فوجئنا الأغلبية أجلت أم المعارضة أجلت الأحزاب داخل الأغلبية وأحزاب داخل المعارضة طيب ثم فوجئنا بعد ذلك أربع مرات يقع التأجيل أربع مرات أربع مرات يقع التأجيل ديال وضع التعديلات والآن عندنا يعني احتلن وغطي الشمسي بالغربية كينا إشكالية ولكن باقي النقاط ديال الاستراتيجية فش نجو مثلا وهدين نحكي على واقعة الاستراتيجية تلزم بإحداث اللجنة بطنية لمكافحة الفساد كان المشروع الأول الذي أعيد في 2017 ينص على أن المجتمع المدني عنده عضوية سيشارية غير كاملة منقوصة وكان ضغط ديال المجتمع المدني وتراجعت الحكومة وألغت ذلك المرسوم واعتمدت مرسوم جديد للجنة البطنية لمكافحة الفساد يعطي عضوية كاملة لمجتمع المدني حتى يكون رقيبا وشريكا في التسبوع لتنفيذ الاستراتيجية حتى لا نغفل هذا النقطة التي أشار إليها أستاذ الخلفي هذا القانون تجريم الإثراء غير المشروع يخيف من؟ لماذا تعثر في البرلمان؟ لماذا تخشى الأحزاب أن يخرج قانون تجريم الإثراء غير المشروع بصيغة التي وبالصرامة ليس بعض الأحزاب لماذا نقول بعض الأحزاب بالصرامة التي يراد أن يخرج بها أحتر المشروع في حد ذاته اللي جابت الحكومة مرة ما فيهش العقوبة السليبة الحرية يعني من الأول خرجها وجه سباح لي أقول لما جابك بسرعة وهذه سنقرأها بأمانة كيف تقيم تنسبرونسي الدول اللي كتجي في المراكز المتقدمة ربعات نقيطات احترام سيادة القانون أجهزة قوية ومستقلة تراقب أداء المؤسسات والجهات العامة إعلام حر ومستقل إتاحة مساحة لمؤسسات المجتمع المدني للعمل والتعبير الدول اللي في أحنا بحل المغرب ضعف الحقوق السياسية بحدود يد حرية الصحف والتعبير ضعف سيادة القانون ضعف التعامل مع الشكاء والفساد أنا أعطي مثلا بسيطة رجاء أنا قل سمعك كشبك 2012 ضعنا الجماعان 2013 بس شركة تعطينا وليتطريبات الوصل وأنا نطلب مني نكون شارك حسب لمدة 13 متفاقية الدولية مكافحة الفساد يناير 2018 ضعنا الجماعان في مارس 2019 ضعنا طالب الوصل باقي ما أخذنا يعني مجموعة من الجمعية الوطنية ما أخذت الوصولات هذه تقلد على السي الخلفية لدي المؤسسات كنقول المساهمة الإمارائية لترجع التقاف المؤسسات هذه المؤسسات كانت تحسب كيف خرجت هذا الفلوس من لك قرار لأوكسفال 2019 ويقول لك فقط في المغرب التي تؤدي الضرائب ديالها فقط وهذا صريح كنت قالت قبل رئيسة المقاولات الأستاذ مريم بن صالح ومتحرك ما علاقة السترات سمعني ما علاقة استراتيجية رئيسة المقاولات والمتحاد العام المقاولات الرسمية هذا جوج في المياه التي تدفقت شركات تدفق للضرائب كيف تعالج استراتيجية المحاربة الفساد جوج طلاع مليار دولار الخسائر الداريبية التي تكبد ها المغرب التاريب الداريبية والشركات المتعددة الجنسية كانوا فرحانين جبنات طانجا جبنات السيارات مزيلا الإطراء غير المشروع الإطراء غير المشروع بعض الأحزاب السياسية قوانين تتخلع كل شي الذي يفكر العجينة كان إعادة نظر في قانون تصريح الممتلكة بشي شمل هاتش اللي قلت نا وقلس الخلفي الزوج والأبناء كان تضارب المصالح اللي باقية معركة ما وصلنا لها تضارب المصالح ونجبد بعض الأمثلة من بعد الإطراء غير المشروع الإطراء غير المشروع للنس تخاف لماذا؟ مالك تخفض العقوبة هذا محلي كان الحكم قضاء يخرج البارح ونقول هذا مرة وكذلك الوكرة الحضرية الغرامة مليون درهم زائل سنوات السيجن عشر سنوات عشر سنوات ومليون درهم ونشوف الستيناف ما يدير فيه ولكن بالمقابل ما نشارع ما وجده عنده من أموال وش تتساوي مليون درهم وش صدر الحكم بالمصادرة درهم مليون درهم عشر سنوات هل مشروع قانون تجريم الإطراء غير المشروع هذا الفصل الذي يتضمنه مسودة تعديل القانون الجنائي هل هو الآن ينفصل على مقاس السياسيين داخل البرلمان قبل أن يخرج لذلك أخذ هذا المدى في رأيك شوف هذه القوانين التي صعبة أكيد تتدوز في إطار المشاورات الأغلبية الحكومية لأن هذه مكان حي الحكومية نتيجة أغلبية وعندها وجهة نظر لكن أنا تنقول من لك نظر الإرادة السياسية الحقيقية أسيدي أي مشروع قانون أو أي مقترح ممكن يفيد في وقف نزيف الفساد في المغرب وننخذه بعين العطيب لمقترح المجتمع المدني مرحبا لكن من لك تحيي العقوبات السريبة الحرية وتتقول بعد عشر سنين يمكن رجع مسؤول بلما تحرمون من الحقوق السياسية والأمور العمومية تنتظر قوة جزئية أستاذ الصفاقات العمومية موقفنا منه أول هذا قانون براسو يشكل عقبة في مؤشيرات المغرب لأن أهم قانون الصفاقات العمومية استثمار من طرف الاستثمار العمومي هو مطلب دائم مرسوم في الحكومة ما أردت في الوقت لأن نواب البرلمان يعطف رأيه ويدخل تعديلات اللي يريد أستاذ الخلفي ألا تظهر هذه المؤشرات هذا التشخيص أن الحكومة مطالبة بالمزيد من المجهودات من أجل أولا تفعيل الاستراتيجيات مكافحة الفساد تفعيلا مراجعة عدد من القوانين ما يتعلق بحماية المبلغين عن الفساد ما يتعلق بالتصريح بالممتلكات وأيضا الخاص بالمسؤولين السياسيين والإداريين وتوسيعه على كل من له صلة بالمال العام أولا الورش المكافحة الفساد هذا المعركة مستمرة لا يمكن أن نعتبر لأن في المثال المغرب قاف الرس ب73 الذي كانت لا يمكن أن نكونوا فرحانين لأن الرطبة 73 عندها تأثير كبير على قدرة بلادنا على جذب الاستثمارات الأجنبية عندها تأثير كبير على المناخ الاقتصادي ولهذا العدد من شرليا سيمسكاوي متفق معها لأن هذا معضلة الفساد هذه معركة الجميع ما هي ليس موضوع مزايدات الحيث بلاد الحيث هذه معركة الجميع وقضية الجميع وعنصر من العناصر التي تعزز الثقاء طيب الموضوع الذي ارتدي بعد إطراء غير المشروع التعديل للمشروع لإجابة الحكومة تأتي تصريح بعدم الأهلية لممارسة جميع الوظائف لم يحدد أجل عشر سنوات لا تحيلوا على القانون الجنائي لا تحيلوا على الفصل السوء 8 من عشر سنوات لا لا لابا لا جميع المصادرة هنا في الأحل أي رت المصادرة ولكن الحكم تصريح بعدم الأهلية الممارسة الوظائف طيب وشكرا على التطقيق في الأحل في الفصل السوء 8 المشكلة التي لدينا الآن وهو أنه لدينا فراغ شريعي لدينا فراغ يمكن أن تصرح بأن لديك 100 مليون ولديك مليار والناس يرى الآن على الأرض نحاسب من القانون تصرح في الممتلكات نهر 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 ناقص الآن كما قلت القانون تصرح في الممتلكات هذا الفصل 189 من القانون الجنائي يعطي واحد الفرصة للمراجعة جزئيا في أفق أنه يتراجع كليا القانون الحماية للمبلغين تنتقد هو مراجعة جدرية لأنه على أرض الواقع تجيز عند شخص مدام تحدثنا على الرشوة الكبيرة لأن الصفقات العمومية في المغرب لاحظ زياد من 190 مليار درهم تكون موضوع عمومي سنويا سنويا 18 مليار درهم في جماعة تورابية 190 مليار درهم في 18 مليار درهم في جماعة تورابية طيب هذا يأتي شخص يقول هذا الكعكة يقول صفقة عمومية شاركس ولكن هذا الفساد الذي يكون تقول ليه بلغ يقول لا قد سيكون حضرة من بعد سيتفقون علي من ناس الذين يأتي الصفقات الذين يكون في اللجنة الآن نحن نحن تحرر لأن تبليغ البواب أولا تبليغ نيابة العامة وراء رئاسة نيابة العامة تفاعلا معها التطورات رصدرات واحدة مذكرة مهمة في القضية المكافحة الفساد والتبليغ عليه اللي بغي نقول وهو أن المعركة الفساد كان ربح فيها نقطة بعض المرات كما وقعنا هذا السنة في 2019 للأسف مداش هذا القانون ولكن العام سواء في استراتيجية الوطنية أو في الهيئة المركزية القائمة الرشوة ومحاربتها لأدنزها أو على مستوى الجنة الوطنية لمكافحة الفساد فهذه المنظومة نعمل لتقدمه على أساس أنه لم يقال الترانسبارنسة يرى الفساد أو لدينا نساقي كان تجذر ولكن ليس قدرا محتوما كما قال جهالة المالك الجميع يتعبأ بدون مزايدات لنواجهه طيب أستاذ المسكاوي عندك تعقيم فضل عندي إضافة إلى جانب المؤشرة لطيحة المغرب قلت المادة 8 كما تدخل في قانون المالية هذه المساهمة الإبرائية هذه هضلنا عليها هذه لم تطيحة المغرب ولكن ستؤثر في الترتيب المغرب ستؤثر في 2021 ستؤثر في 2021 صح لا هذا المساهمة لا نزيدك لمادة سعود لنطع لتعرف للمرجع للموضوع لتعفيذ في المغرب وتنقول أنا بغين استثمر في هذه البلاد والدولة لا تحترم القانون ولا تحترم الأحكام القضائية ديالها هي بعدها كدولة التي تحترم القانون تدير مادة ولا تحترم القانون ولا تحترم الحكام القضائية إذن كيف ستكون صورة ديال المغرب في التنقية الدولية من خلال هذه المواهزة بسيطة السادة المشاهدون والمستمعون الأفاضل هذه المادة التاسعة إذا لم تكفي المخصصات إذا لم تكفي الموارد المالية لا يمكن الحجز على ممتلاكات الدول لتنفيذ هذا الأحكام لا لنكمل تقال قانون كل عناصر دار واحد تعديل دار واحد تعديل دار واحد تعديل في المادة تقول من بعد 4 سنين إلى 5 4 سنين تيمكن يتم الحجز نجل واحد جملة الأخرى غير أن هذا الأمر لا يسري على مؤسسة الدولة والجماعة المحلية وضرب كل شيء في زير ودار الخاطر في الفقرة وسط الأخر حي يداد شيء هذه بالنسبة للأمر تقبل الحالات المنتخبين في التقرير وهذه من الملاحظة دينا كشبكة مضربة لحمية الملعان وشهد البلاد يسترقون فيها المنتخبين المؤسسات العمومية تبارك الله ماديرة تحجا وشنا في كل محط انتخابي عادي بدوب من المنتخبين كانوا قبل احنا مجموعة من المؤسسات العمومية حطينا فيها الشيكايات المجلسة للحسابات والوزراء المعنية علم هذا الوطني البحث الزراعي كمثال من 2018 عام مؤخران حطينا الشيكاية النيابة العامة على شبكة تفاعلوا أيضا الأجهزة المختصة بسرعة مع المؤسسات العمومية لأن المنتخبين 18 مليار درهم التي تكون موجود ستيت ماري ستيت مؤسسات ومؤسسات التي تعمل بها بعدها إذا لم يكن لدينا هذه العمل نزيد المؤشرات تقاريم الحسابات وماذا تفاعل الحكومة بشكل ليس الحكومة هذا الجهاز القضائي الحكومة سابقا في شخص العدل والآن نيابة العامة وماذا تفاعل معها بطريقة رئيسية ومن التي نأتي ونحن 1-6 المئة بعدها من 2017 ونحن ونحن 5-4 ونحن 8-8 يمكن ونحن في نصد المساطر نزيد إجراء آخر من 2000 وجوج ونحن في حكومة التناوب في لجان تقصي الحقائق البرلمانية مجموعة من الملفات أفضحوها للسين أساس 113 مليار الدرهم لدينا فضيحات العشرية الحالية البرنامج استعجالي للتعليم 33 مليار الدرهم ونشهد الأرقام كاملة في كلمة هل الحكومة اليوم قادرة على أن تحرك عجلة لنقول ودينامية مكافحة الفساد على الحكومة لنضلم ونضرب في المنطقة كما قلت ستنخل فيه المحاربة الفساد في أولية الجامع لكن كان درجة تفاوت كان نضرب على الحكومة كجهزة أولية الحكومة التي يقع تحتها جهاز الإدارة كان نضرب على برلمان من خلال الدور الرقابي ستطلع السلطة القضائية فهذا الإطار أنا عندي اقتراح وبدأنا كشبكة تنطر وجولي جميع الآن دول العالم تتذكر على الأمن المالي كنظر على الأمن الغدائي الأمن هذا كنظر أسمعي الأمن المالي فالآن جاءت للفرصة وجاءت لوقت أن استخبارات المغربية للداخلية الخارجية تخصت تحرك في هذا المجال دير محاربة الفساد عبر تقارير تدار على المسؤولين تكون بشكل قانوني باتفاقية مع السلطة القضائية والنيابة العامة تحرون لها الدواسة المفتشية العامة دي الوزارة الداخلية التي تدير التقارير لماذا لا تتحرك مباشرة في إطار تعاون النيابة العامة كنت تخرج التقرير كانت تتنشطر في جريدة ما ينواله تعيق ستنوط شي جمعية وتدير فوتاكو بلدك الشي وتقدم الشي كي يعد نتحرك لماذا لا توليش المتابعات تلقائية طيب أولا المتابعات بالنسبة للمجلسة على الحسابات وصلنا لأزياد من 120 التي تحال لتحال لديك شي اسم شي مؤسسة أنا أقول باللاتي القائمة للمؤسسات التي تتحال رئاسة نيابة العامة تتضار تقرير سنوات لنرجعنا للتقرير الخاص في 2018 ستعطي القائمة تعطي العدد ليس القائمة في تقرير العام الذي يخرج مثلا في هذه السنة كانت 115 متابعة ها ستضرت في ديانات 25 بلتخلين يكمل هذا الطابع الجنائي أي تماما عند نيابة العامة ليس عقوبة تأذيبية هذا التقرير من رئاسة نيابة العامة قال 115 لتقرير 25 ملف الذي يصدر فيه حكم نهائي حكم نهائي فالمآلات تقرير المجلس على الحسابات رئاسة نيابة العامة مسؤولة عليها سلطة مستقلة والعلاقة بالمجلس على الحسابات والرئاسة والسلطة القضائية علاقة مباشرة إذن ها المسألة الأولى المسألة الثانية التي تشارت والتي ينبغي التوقف عندها المغرب فاش دار هذه السنة مساهمة الإبرائية مرة تانية علش دارها؟ لأنه السنة المقبلة ستبدأ العلاقة جديدة مع الاتحاد الأوروبي لتبادل المعلومات المالية البنكية علش بمعنى أي واحد عنده حسابات مالية بنكية في شي بنك أوروبي كم بقلت هرب فلوس أو من مصادر مشروعة أو غير مشروعة ولكن أتولي المعلومات متعانة وكيمكن أن ذاك طبق الإجراءات لدي مكتب الصرف مسؤول عليها وهذه واحد خطوة مالية في العلاقة ما بين المغرب والنظام المالي العالمي نوعية لكي نشر القضية الإشكالية للمادة تسعد وأنا فشقت لك كل مادة رك وضحتين الإشكالية لهم أنا عندها إشكالية مرصبطة بمناخذ الأعمال والتنافسية وفعلا شرتي لها لأنه هذا التقرير الترانسبارنسي يعتمد أيضا ما يسمى على مرجعيات تقرير تقريبا 13 مؤسسة 13 مؤسسة منها وما كاتب دراسات منها التقرير منتدى دافوس منتدى دافوس نحن في 2019 تراجعنا فيه بخمسة النقاط ديالتنافسية في الوقت الذي كان مفروض أنه المصر الذي درناه مع مناخ الأعمال مع البنك الدولي لأن البنك الدولي نحن كنا في 74 الرتبة ولينا في الرتبة 53 تقدمنا بزاف لأننا ضبطنا الإجراءات من ناحية القانونية ومشي لفعلنا على عرض لأننا نأخذ قانون المركز الجهوية للإستثمار وانتعرف بالإشكاليات المرتبطة بالفاسد التي أثير حول ذلك وكان قرار ملكي لأننا نجلس على الحسابات دار الافتحاص والحكومة دارة القانون وربطنا في تنفيذ بالنظر لإشكاليات أثيرت وبنت بالافتحاص لأنه كان اختلال هذا إنجاز معتبر والذي تقبأ فيه الجميع المعنيين بالقطاعات الحكومية المعنية فاش نشوف القانون دي المساطر الإدارية اللي الآن إلزامية راخرج دابا لا اعتمد في أجل شهر أنت ملزم أنك الإدارة جوب ملزمة وإلا باش حطيتي الطالب أو كان معاك مفوض قضائك يتبت المعاينة بأنك راحطيتي الميل في ديالك كتعتبر عندك الموافقة غدي نشيل واحد القضية اللي تره سي مسكوي ديال الجمعيات باختصار شديد القانون ديال المسطر الجنائية أعطى الحق للجمعيات فاش كتلقاش حاجة في تقرن المجلسة على الحسابات تتعلق بجماعة ترابية أو تتعلق بقطاع حكومي أو كتتعلق مؤسسة عمومية أنه يضع شكاية ولاحظنا في هذه السنوات الأخيرة أن التفاعل ديال السلطة القضائية مع الشكاية اللي جاية من الجمعيات في ارتفاع الخلاصة اللي أنا أريد أن أكد عليها المعركة ضد الفسد ليست بالسهلة ولكن نحن كبلد عندنا القدرة لربحها ختاما لم يبقى إلا القليل جدا من الوقت بالنسبة إليكم الوتيرة التي تشتغل بها الحكومة الإجراءات رؤيتكم الشمولية للإجراءات التي تتخذها الحكومة سواء تعلق الأمر في مكافحة الفساد أو الإجراءات الأخرى التي تؤثر على نظرة الآخرين للمغرب بشأن مكافحة الفساد هل هي منسجمة هل يمكن أن تذهب بالمغرب إلى ترتيب أفضل شوف عندنا مجموعة من المطالب سنعود ونركز عليها بسرعة ونختصرها تحريك الملفة الراكضة قلنا تعين من 2000 ونحن جيه إعداد مدونة لمكافحة الفساد شاملة تجمع فيها جميع القوانين الحالية واللي بقى مصدرات تلاؤمان مع الاتفاق يدون مكافحة الفساد اللي فيها الإطراءة غير المشروع وتضارب المصالح التفعيل السليم تقارير بحدي المجلس على الحسابات المفتشية العامة في أفق إنشاء قضاء متخصص بالجرائم المالية نحن بذلك نعتبر هذا المجهود المجلس للحسابات يشكر عليه لا يمكن دولة بهذا فد الفساد وهذا الحجم لدينا ستات الأقصام المالية فقط في المحاكم الاستيناف الذي يمكن فبهذا الميل فتخص وليعنا قضاء متخصص في هذا الجانب إرادة سياسية حقيقية من طرف جميع المؤسسات إصلاحات قانونية قصحت تأرن جودة بل المنتخب إصلاحات وإنها تتحارب المنتخب وإنتكت تجي في الحكومة السابقة في القوانين انتخابية تحتفلي الشرط التعليمي كيف المغربي بقى ما تحترم الدستور المغربي في اللغتين العربية والأمازيغية تعدوا بالفرنسية كيف هذا الرئيس الجامعة يمكن له يشتغل في هذه الظروف مادة مش طروط القانونية المستوى التعليمي تتحدفها ثانيا تنطلب من الحكومة والبرلمان يكون قدوة في نقطاتين أن البرلمان ما فيها بس كمونتي الأمة يسمح المجلس الحسابات الحكومة تخذ قرار نهائي والشجاع تخفيض رواتيب الغزارة وحدف تقاعدات شكرا لك سيد الخلف ختاما حزب العدالة والتنمية يتولى رئاسة الحكومة للولاية الثانية وكان من شعاراته صوتك فرصتك لمكافحة الفساد ولمحاربة الفساد ومحاربة الفساد كانت يافطة من اليافطات المهمة لنقول المشروع الانتخابي لهذا الحزب اليوم هل وفيتم ما وعدتم به أولا سجلوا الحزب مشرف عندما نأتي أولا لاعتماد إطار استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد لجنة وطنية المغرب في العموم حقق تقدم على مستوى مكافحة الفساد ولكن جاءوا الإجراءات الفعلية القانون المقالع الذي كان طاب نشرت اللائحة وصدر القانون وبدأت العملية المنافسة والإعلان على المستفيدين القانون المناجم تشغيل العمومي الذي كانت المناصيب لا يعلن على المرشحين يأتي الوحد يقول لك أنا راشي واحد ماذا قاعد الانتحان ذا الآن كان المباراة وجوبا إعلان قائمة المترشحين والقائمة النجاحين في بوابة أيضا استرجاع الأراضي 700 هكتار استرجعت النظام طلبات العروض في عدد القطاعات الإصلاح القانون ديال الصافقات العمومية واللي كانت فيه إجراءات نوعية كما شرت القيمة المالية التقديرية الخط الأخضر الهاتف تبلغ على الرشوة الرقم المباشر الرقم المباشر الخط الأخضر عنده إزارة الصحة الرقم الأخضر الرقم المباشر الرقم المباشر سيمسطاف الراميد الذي تم إرسائه في طرفه العدد تقارير المجلس على الحسابات قبل أن تأتي الحكومة التي رأسها العدد في 2012 هذه الأغلبية الحكومية مترددة جدا وغير قادرة ومخفقة جدا في إخراج قانون الإثراء غير المشروع يستجيب لي المعايير المطلوبة ختاما لم يبقى إلا تواني لماذا كان هذا التردد وإحفاق تم إخراج العديد من القوانين واحد كقانون الحق في المعلومة والقانون الإثراء على غير المشروع نحن بحسب وزنانتخاب لمعدناش الأغلبية في البرلمان رحنا نشكل فقط 10% سنقدمها في تعديلات كفريق على الأقل سنقدمها في تعديلات كفريق كما قدمها الفريق لا لا شوف الآن الفريق العدد والتنمية هو الذي طلب أن يحل الموضوع على الججماع لأمناء العامين لأن هناك تعديل استدراكي من أجل إضافة الزوجة ضمن المصرحين المصرح بممتلكاتهم وتستطوير قانون هذا الإثراء الغير المشروع من الذي جاء وزير العدل السلسطة الرئيس أنا ذاك بالتالي العدل والتنمية وفت بعض الأمور وتعمل على مواصلة عملها في أرض الطريق الأستاذ مصطفى الخلفي عضو الأمن العام لحزب العدل والتنمية شكرا جزيلا لكم على المشاركة وكل هذه المساهمات الأستاذ محمد المسكاوي رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام شكرا جزيلا لكم على المشاركة ومساهماتكم المثرية معنا مشاهدنا الكرام ومستمعين الأفاضل إلى اللقاء